أولا التبكير في الحضور فيستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان المستترعين الناس فلا بأس قال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلى وقد حلت الصلاة يعني يحسب وقت قطع المسافة إلى المصلى بحيث يصل على وقت الصلاة فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد قال عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلة وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما يعني متجهزين لصلاة العيد وعليهما ثيابهما ثم يتدافعان إلى الجبانة يعني مصلى العيد أحدهما يكبر والآخر يهلل من السلف عبد الرحمن بن أبي ليلة وعبد الله بن معقل المؤني ترجمة نانسي قنقر